موسيقى سد الموصل واحد من أهم المشاريع الستراتيجية التي أقرها مجلس الإعمار عند تأسيسه عام 1950 سد الموصل من السدود الترابية الركامية يبلغ ارتفاع سد الموصل 113 متر الأرض من القمة 10 متر وعند القاعدة 650 متر الهدف الأساسي من سد الموصل هو لدرء خطر الفيضان عن مدينة الموصل وعن كافة المدن التي هي أسفل سد الموصل بالإضافة إلى خزن كميات من المياه لاستخدامها في أغراض الزراعة والري كذلك أيضاً لتوليد الطاقة الكهربائية كذلك تربية الثروة السمكية وتحسين البيئة سد الموصل يمتلك من الخبرات الفنية والخبراء والمتخصصين والمهندسين والكادر الفني المتخصص في إدارة وتشغيل سد الموصل وخاصة أعمال التحشية وأعمال صيانة ومراقبة لكافة الأجهزة وقراءة أجهزة التحسس وأجهزة البيزومترات بإضافة إلى عدد كبير من الأجهزة التي تتراوح أكثر من 1500 جهاز موجود ومنصوب في كافة مواقع جسم السيد من خلال الكمبيوتر اليوم وتبث عبر أقبار الصناعية وتستلم هذه النتائج في شكل لهضي وضع السيد الموصل اليوم وضع مطمن جداً وفي أفضل صورة منذ الدخول وبالخدمة عام 1985 لحد الآن بجهود استثنائية ومتميزة لهذا الكادر الذي يسهر على العمل ليلاً ونهاره على مدى 24 ساعة الكادر الموجود عنده من مهندسين وفنيين وخبراء حدود 500 موظف تم تعين عدد من الشباب حالياً في سد الموصل وذولاً إن شاء الله هذول الشباب راح يكون قادة هذا المشروع في المستقبل نحن ندعو إلى الشركات العالمية والشركات المحلية إلى الاستثمار في سد الموصل وتطوير البنى التحدية وخاصة ما يخص مجال السياحة والمجالات المدنية لما يمتلك هذا الموقع من امتيازات خاصة تشجع الاستثمار